موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الأعزاء بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من صحتك في رمضان حديثنا لهذا اليوم عن مرض يقلق الرجال بشكل خاص وهو تضخم البروستات الحميد في أي مرحلة عمرية قد يصاب به المريض وما أبرز أعراضه وكيف يمكن علاجه لنتابع موسيقى يرتاد مرضى البروستات عيادات المساذك البولية عند شعورهم بالقلق حيال أي عرض من أعراضها كالتبول المتقارب في ساعات متقاربة مما يشكل قلقا لديهم في احتمالية إصابتهم بالبروستات الحميد واحتمالية نسبته عند التقدم في السن أكثر من الشباب إلا أنه كما يقول الأطباء من الأهمية بمكان عند الشعور بأي عرض من أعراضها لابد من التوجه إلى أقرب طبيب لتلافي مضاعفاته المفاجئة أو آثاره الجانبية المحتملة مستشفى 22 مايو الحديدة من أرقى مستشفيات اليمن وأكثرها كفاءة منظومة طبية متكاملة من الخدمات الصحية والتجهيزات الحديثة والرعاية المتكاملة دقة في التشخيص وتفالي في الرعاية كادر طبي متميز في كفاءة عالية ومهارة متميزة في مختلف التخصصات وفي كافة العمليات الجراحية مستشفى 22 مايو الحديدة أنتم بعون الله في أيدي أمينة صحتكم همنا والتميز هدفنا أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين من جديد كما أرحب أيضاً بضيفي لهذا اليوم الدكتور نبيل المغلس استشاري جراحة الكلة والمسالك البولية أهلاً ومرحباً بك أهلاً وسهلاً بك دكتور موضوعنا لهذا اليوم عن تضخم البروستات الحميد في البداية ماذا نعني به؟ ضخامة البروستات الحميد هو مرض يصيب الفئة العمرية من الرجال ما بعد الخمسين سنة تقريباً بنسبة خمسين في المئة ولكن ليس كل ضخامة بروستات يعاني فيها المريض من أعراض في مسالك البولية ولكن تقريباً تصيب عشرين في المئة من الناس بما بعد الخمسين سنة يمكن أن يعانوا من أعراض إنسدادية أو عرض حتى تهيوبية لانتقام ضخامة غدة البروستات غدة البروستات يبدأ عن نسيك عضلي لي في غدي يزن تقريباً خمسة وعشرين كرام بطول وبحجم تقريباً ثلاثة إلى أربعة سنتي أو طول وعمق أو عرض تقريباً إثنين ونص إلى ثلاثة سنت هي غدات موقعها تقريباً تحت عنق المثانا محاطة بالإحليل البروستاتي في منطقة الحوض مشكلة ضخامة البروستات الحميد عند كبار السن هي ظهور الأعراض الإنسدادية للبول عند تضخمها ذكر دكتور أن الأكثر عرضة لهم كبار السن هل ممكن أن يصاب الشباب أيضاً بهذا التضخم؟ لا هي ضخامة البروستات تنقم عن ليس لها أسباب معينة ولكن ربما هناك أسباب هرمونية أندوروجينية بما يتعلق إفراز الهرمون من الخصيتين هرمون التستيسرون وانقلابه إلى مشتق آخر هو أديه هدرولتستيسرون وهذا يؤدي إلى زيادة في انقسام خلايا غدة البروستات وضخامة حجمها مما يؤدي إلى تضخم البروستات الحميد وهذا يصاب كما قلنا كبار السن لكن في الصغار السن الحقيقة يوجد هناك ما يسمى التهابات البروستات وهي أعراض حقيقة تهيوجية لالتهابات البروستات تعالق وتتحول إلى مزمن لكن ليس له علاقة ديما التعلق بالضخام وهناك فرق ما بين الالتهاب وهناك تضخمنا نعم طيب أبرز أعراض تضخم البروستات الحميدة كما قلنا هناك 20% وأكثر قليلا يصابون بيعانون من أعراض ضخامة البروستات الحميدة ضخامة البروستات الحميدة عند الرجال لها أعراض يسمى أعراض تهيوجية أو أعراض تخريشية وأعراض انسدادية فالأعراض التهيوجية الكبار السن يعاني المدد فيها من إلحاح التبور بمعنى أنه لازم المدد يروح إلى الحمام بشكل سريع تكرار عدة مرات التبور القيام من النوم عدة مرات للتبور حرقة في التبور إذا صاحب التضخم الالتهاب هذه أعراض يسمى أعراض تخريشية تصل إلى أعراض انسدادية نتيجة ضخامة البروستات وانسدادها للإحليل البروستاتي ومثلما انحباس البول فيؤدي المريض أن المريض ضعف في قريان البول وتدفقه والشعور بعدم تفريغ المثانب بشكل تام وظهور أيضا أعراض انحباس التصل إلى مرات انحباس بولي يصاحب أحيانا بيلة دموية نتيجة تضخم البروستات الحميد وتضخم البروستات الحميد هذه الأعراض الانسدادية والتهيوبية للبروستات تصل إلى مرحلة أنه في حالة عدم المعالقة توجد هناك ما يسمى مضاعفات تضخم البروستات الحميد نتيجة التضخم والانحباس البولي الحاد أو حتى انحباس بولي مزمن نتيجة ما يسمى بالثمان البولي أو الركوج البولي وعدم تفريغ المثانا بشكل تام يؤدي إلى أن المثانا تتوسع بشكل قليلا وتفقد قزب من قابل تأخذ التقلص فتتوسع المثانا ويحصر توق بالمثانا هذا التوسع وعدم والانحباس البولي يؤدي إلى ارتقاع بولي للكحالبين والكلا وتكون حصوات وتدهور في قصور فضائف الكلا هذه مضاعفات العراض الانسدادية إذا لم تقرأ لها حل ضخمة البروستات اللي هو الوصول إلى ما يسمى بالقصور الكلوي أو الفشل الكلوي في حالة الإهمال ناجم عن الركود البولية وتكون حصوات وانسداد وارتقاع البولي إلى الكلتين طيب دكتور كيف يمكن أصلا تشخيص هذا المرض؟ تشخيص المرض الفئة العمرية ما يكون بعد الخمسين سنة يوجد نوع لازم تقرأ فحوصات روتينية عادية اللي هو القصة المرضية للمريض وإقراء عمل فحص روتيني للمس الشرقي للمريض اللي معرفة ضخامة البروستات فحص عمل تلف الزيون أو أشياءات موجات صوتية أو سونار للبطن عن طريق المستقيم أو عن طريق البطن لمعرفة حجم البروستات ومعرفة الثمار البولية تصل إلى مرحلات أحياناً عمل إقراء منظر تشخيصي لمعرفة إذا كان هناك أمراض مصاحبة لها وجود أورام بالمثانا وجود حصوات أحياناً وعمل فحص وظائف الكلاب وفحص بور روتيني وعمل فحص لواسم البروستات أو مؤشر سرطان البروستات اللي هو ما يسمى الBSCA هو فيما بعد الخمسين سنة لمعرفة نوع الورم البروستات هل هو حميد أو خبيث لمعرفة هل هناك سرطان في غلطة البروستات أو هذا الورم حميد معرفة هذا النوع من الفحص ويقرب فحص الدم دكتور البعض يعاني من تقطر في البول أو احتباس في البول هل له علاقة بمرض تضخم البروستات الحميدة؟ الحقيقة التقطر في البول أو ما يسمى دريبلينغ في نهاية التبول هذا يعاني من المرض أن يسمونه من ضمن الأعرض التهيوقية سواء كانت مرضى ضخامة البروستات أو كبار السن أو حتى أمراض التهابات البروستات عند الشباب وهذه تكثر عند الناس اللي يتناولوا القاتل الحقيقة بكثرة وما يصاحبه من التهاب البروستات وتهيوب عنق المثانا وما يسمى تقطير البول نتيجة في الإحليل الخلفي نتيجة عدم انقبض عضلات الإحليل بشكل يطرد قطرة البول هذه إلى الخارج في لحظة البول الأخيرة أهمية الذهاب إلى الطبيب مبكرة عند بدأة أي عراض من عراض البروستات؟ الحقيقة المريض يأتي مقبرا لمعاناة من هذه الأعراض فعندما يأتي المريض يأتي إقراء فحص روتيني فحص روتيني هذا عمل إقراء تلفزيون للشيعة سونار للبط ومن أجل معرفة وجود أي نوع من الأمراض المصاحبة حصوات أو رام معرفة حكم البروستات حكم الثمال البولية ولا بد من إقراء عمل فحص ما يسمى بالبي اي سي اي اللي هو واسم سرطان البروستات أو مؤشر البروستات السرطانية بحيث أنه يتم لتمييز ضخامة البروستات هل هو حميد أو سليم وإقراء وظائف الكلاء لمعرفة هل هناك أيضا حدوث مضاعفة لتخامة البروستات أو لا هذه هي الأشياء الأساسية التي يجب أن تقرأ لمريض قادم إلى عيادة المسالكة البولية من أجل الفحص دكتور هناك ما يعرف بسرطان البروستات متى يمكن أن يتحول إلى خبيث؟ الحق هو نادر في سرطان البروستات نادر في بلادنا بعكس هو ما هو في الغرب الهدفة انتشار سرطان البروستات بشكل كثير لكن في بلدان العالم الثالثة وحد في اليمن نادر لكن عادة ما يجل المريض والورم متقدم وحتى مرحلة الانتشار فإذا أتى المريض في عمر الخمسين سنة وأنصح بكل المرضى بعد الخمسين سنة الحقيقة لمنعاودة هل هناك المسالكة البولية وإقراء هذا الفحص وإقراء فحص الروتيني للبس وفحص الواسم البروستات مع فحص البس الشريكي للمعرفة طبيعة نسيق البروستات هل هو خبيث أو سليب لتقاوز هذا النوع من المرض الخبيث فهو بعد الخمسين سنة إذا كان هذا الفحص مرتفع يجب إقراء أخذ عين من البروستات لمعرفة نوع نسيق البروستات يجب عمل فحص روتيني ويسمى إسكرينج لكل مريض بعد الخمسين سنة لهذا النوع من الله نعم طيب لو أطينا الدكتور إلى العلاج يعني كيف يمكن علاجه العلاج البروستات الحقيقة يجب أن يعرف المريض أنه إذا كانت هناك الأعراض التهيوقية وهي خفيفة ولا تزعج المرض يسمى بالمراقبة والمتابعة إلا إذا كان المريض الحقيقي ننصحه بعدم تناول الألقات عدم تناول المواد الدهنية بكثرة نعم هذا يمكن بضيء من الأسباب التي إذا كان المريض زائد الوزء أيضا نقصر أنه زنه لأنه بسبب تكاثر الدهون فيه يجب إعطاء العلاج إذا كان هناك نوع من الالتهابة يجب إعطاء المريض نوع من العلاجة لتخفف الالتهاب هذه العرض الخفيفة أو لا إذا كانت غير مزعجة للمريض لكن إذا كانت العرض مهيجة إلى حد ما والمرض يعاني منها لا يجب أن يعطى المريض غلاقة الحقيقة يخفف من يخفف من يفتح عنق المثانة بحيث يريح المريض يقع له تبول بشكل تام ويقع المريض ذنب بشكل جيد بحيث لا يقوم بأكثر من مرة في المساء فيفتح عنق المثانة ويرخي عضلات البرسات بحيث أن المريض تبول بشكل كامل هذا واحد وإذا كانت ضخامة غضة البرستات تتراوح ما بين 40 إلى 50 أو أقل 40 إلى 30 جرام ممكن إذن يعطى علاج آخر علاج ثنائي يمنع يخفف من حجم البرستات والحقيقة هذا يجب نتائجه بعد 6 أشهر تقريبا فإذا كان هذا المركب الثنائي ممكن أن يفيد المريض إذا كان لديه أعراض تهيقية إلى حد ما أو أعراض انسدادية غير مزغية لكن إذا حصل التهابات متكررة للمريض وإنسداد بولي وتكون حصوات في الكلا أو رتوب مثانة أو وجود ثمالة بولية بشكل عالي يعني بول متبقي في المثانة بشكل عالي بعد التبول فإن ينصح المريض الحقيقة بإقراء عمل منظار إذا لم يستجيب المريض للأدوية العادية فإقراء عمل منظار إذا كان الحجم البرستات لا تزيد عن 8 إلى 100 جرام لكن إذا كانت أكثر من هذا الحجم يفضل إقراء فتح جراحي بحيث أنه لا تحدث أي مضاعفات أثناء عمل منظار ويوجد الحقيقة هنا مناظر خاصة الآن ممكن تقراء الحجم البرستات ولو كانت حتى بحجم أكبر من 100 جرام فممكن أن تقرير العمل الجراحي بالمنظار ونادرا الآن ما يلقى إلى الفتح الجراحي طيب دكتور ذكرت أنه ربما في المراحل الأخيرة قد ربما يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحي هل هناك مضاعفات لهذا التدخل الجراحي؟ لا شك إنه أي عمل جراحي لديه يصاحبه مضاعفات لكن في حالة المنظار في حالة إقراء التدخل الجراحي لإستيصال البرستات في المنظار الحقيقة نتكلم عن حدوث مضاعفات بسيطة من أثناء العمل الجراحي من نزل المنظار ممكن أن تقاوزه مضاعفات فيما بعد العمل الجراحي اللي هو السلسل البولي أو عدم التحكم في المنظار وهذا الحقيقة نادر في إقراء عملية المنظار ولا تتقاوز إلى 2 إلى 3% هناك مضاعفات مسمى بالقذفة الخلفي أو قذفة السائر المنوئة إلى المثانا وهذه أعتقد كبار السن لا يفكر في هذه النوع من المضاعفات هناك أيضا حدوث تضيق في عنق المثانا هذا أيضا ممكن تقاوزه ونادر جدا أيضا حتى بما تعلق نسبة المضاعفات في الفتح القراحي استيصال البرستات عن طريق الفتح تقريبا نفس الفكرة وممكن أن تزيد شوية حدوث السلسل البولي فيما بعد العمل القراحي أثناء الفتح أكثر تكون أكثر قريلا إلى حد ما لكن ليس لها علاقة بما يتعلق بالنشاط الجنسي للمريض أثناء استيصال البرستات عن طريق المضار وعن طريق الفتح لكن هناك بما يتعلق بما يحدث القذفة الخلفي أو القذفة الراجعة للمثانا هذا يجب أن نعرف المريض وننبهه قبل إقراء أي تداخل القراحي ننبه أي مريض بالمضاعفات قبل أثناء العملية و بعد العمل القراحي طيب يمكن فيما بعد معرجة مثل هذه المضاعفات نعم حدوث السلسل البولي على سبيل المثال بعد العمل القراحي أثناء المنظر أو الحقيقة لا يمكن غلاقه إلا بعد مره ستة أشهر إلى سنة فإذا كان مره ستة أشهر إلى سنة وحدث هذا النوع من السلسل البولي نلقى لإعطاء العلاق ونصح المريض بإقراء تمارين لغضرات الحوض وممكن فيما بعد إذا لبيتن نلقى إلا علاق برفع الإحليل عن طريق الشريط اللاصف أو بما يتعلق إقراء مثلا عمل مسرة صنعية للمريض تضغط على عنق الإحليل بحيث أنه تساعده على التحكم في البولي هذه نادرة ممكن أن تحدث طيب دكتور إذن يعني بشكل نعام كيف يمكن الوقاية من تضخمة برستاد الحميد لا يوجد وقاية من الإصابة بهذا المرض فما قلت أنه مرض يصيب فئة عمرية معينة أثناء تقدم في السن وليس هناك أي نوع من الإقراءات الوقاية التي تعيق من حدوث هذا المرض لكنه مرض حميد ورم وسليم ونسبة الشفاء منه عالية جدا فلا داعي للقلق ولا داعي للخوف منه لكن ننصح المريض إذا كان على سبيل المثال يحدث الاحتباس البولي عند المريض أثناء تناول القاتل هنا في بلادنا وفي الغرب يحدث الاحتباس البولي أثناء تناول الكحول بعد بشدة فلذلك ننصح المرضى هنا على الأقل في ذلك أن المرض الذي يتناول القاتل بكثرة يحاول أن تخفيقه وليبتنع عنه الحقيقة من أجل عدم حدوث مضاعفات مثل هذا النور علاقة الالتهاب بشكل واصل بحيث أنه لا يؤدي إلى مضاعفات الالتهاب مالد والذهاب إلى الحمام بشكل دوري بحيث أنه يمنع حدود ثمالة بولية وركودة بولية والالتهابات بشكل متكرر ومتابعة الطبيب بشكل دوري نعم إذن دكتور في نهاية حوالينا العساني لأن أشكرك الدكتور نبيل المغلس استشاري جراحة الكلاوة المثالك البولية شكرا جزيلا لك شكرا لك أنتقلوا إياكم مشاهدين الأعزاء إلى فقرة تكنولوجيا الطب لمعرفة كيفية الكشف ومعالجة تضخم البرستات الحميد نتابع موسيقى الفحص في الدبلر هو في جوهره فحص بالموجات فوق الصوتية ولكن ما يميز الدبلر هو حساسيته لحركة الأشياء فهو يستطيع أن يحدد اتجاه وسرعة الأشياء المتحركة في خارج مجال الطب فإن أشهر استخدام للدبلر هو جهاز الرادار المستخدم من قبل الشرطة لرصد حركة سرعة السيارات التي تتجاوز السرعة المحددة وفي مجال الطب فإن استخدام الدبلر يكون في قياس سرعة سوائل الدم داخل الأوعية الدموية وبالتالي يستطيع تحديد قصور الثروية عن أعضاء الجسم المختلفة فبواسطة جهاز الدبلر نستطيع تشخيص الخثارات الموجودة داخل الأوعية الدموية من شرايين والأوردة المنتشرة في الجسم كما في شرايين والأوردة في الأطراف شرايين والأوردة الموجودة داخل البطن وكذلك الشرايين والأوردة التي تغذي الدماغ من دون الحاجة إلى استخدام قصاطر أو صبغة وبهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لمتابعتكم وشكرا خاص أيضا لمستشفى 22 مايو الحديدة ألقاكم غدا إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة